موسيقى 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 والواحد الحمد لله كان ماشي بشكل كويس يمكن تعرضت كده الجزعة في الروبوت الداخلي يقصب غلصة شوية يعني ممكن تنزل وتبقى كويس بس بتحس بشوية ألم كده يمكن أنا رجعت قبل التوقف بمطشين ما شاركتش في وقت كبير بس الحمد لله إن الواحد كان يعني رجله ابتدت تبقى في الملعب وبستغل فترة التوقف دلوقتي إن أنا أحاول أجهز وأبقى وقف على رجلي بشكل أحسن يعني وإن شاء الله بعد التوقف يبقى الواحد سليم بنسبة 100% إن شاء الله ترجع وتتقلق تاني وعايز أسألك بقى على تجربة سموحة وابدايتك مع سموحة ممكن كان بداية قوية ويعني قدرت زي ما بتقول تكون عند حصن كابتن أحمد سامي اللي راهن عليك وكان من أهم طلباته في بداية الموسم إن فادي فريدي يكون موجود معايا في الفريق طبعا كابتن أحمد سامي اسم كبير ويعني أنت بتشوف دايما معظم لعبة مصر وكل لعبة مصر بتحب تشتغل معا إن هو واحد من المدربين اللي بتخلي لعبة كتير تتقالك ويمكن النادي هنا موفر كل الأجواء دي فالحمد لله يعني كان تحدي بالنسبة لي في أول الموسم وإن أنت بتيجي وبرضو إسمنا دي سموحة نادي كبير وزي ما بقول لك الأجواء كلها هنا أجواء كويسة باش ماندس فرج عمر يعني كل حاجة موفرة في النادي والأجواء كلها تخليك تقدر تشتغل بشكل كويس أجواء كلها أجواء كورة كل حاجة متوفرة بيبقى ناقص شغلك أنت وتعبك أنت يعني والحمد لله الواحد بيتعب وبيكتهد وده المفروض يطلع من اللعب الكورة في الأجواء دي فكرت في إيه وانت رايح سموحة بعد تجربة البنك الآلي وانت رايح هتنفس مهاجم من المهاجمين المميزين ومهاجم هدف دوري في السنوات اللي فاتت ومهاجم كبير ومهاجم برضو يمكن راجع من الأهلي فعايز يتحدى نفسه عشان يقدر يرجع تاني يقول لهم لا أنا كنت أستحق إن أنا كنت مع الأهلي المنافسة مع حسام حسن فكرت فيها إزاي وخطت القربة أن أنت رايح للمنافسة دي إزاي والله أنت أي مكان تروح يبقى فيه منافسة ممكن تكون المنافسة في مكان بطبع أقوى من مكان تاني طبعا حسام حسن لعب كبير وهدفت تاريخ النادي سموحة والمنافسة دايما بتبقى يعني صعبة لما يبقى حد قديم في النادي وحد للرسيد كبير في النادي بس في الآخر أنت بتشتغل وبتكتهد وبتركز مع نفسك أنت وبتركز مع شغلك أنت وفي الآخر دايما شغلك وتركيزك هو اللي بيبان في الملعب يعني بس فالمنافسة تبقى موجودة في أي مكان وفي الآخر المدرب بيبقى هو صاحب القرار في مين يلعب أو مين ما يلعبش وإحنا في قوات كتير يمكن لعبنا إحنا اللي اتنين مع بعض والفرقة كذبت ومشينا بشكل كويس بتمنى له التوفيق واتمنى أن احنا نفنش الموسم بشكل كويس فادي عندك الرغبة بقى في زالة عدد أهدافك الموسم ده وتعود فترة الغياب دي طبعا أنا راجل بلعب راس حربة ودايما راس الحربة والمهاجم بيبقى دايما مطالب أنه يسجل أهداف ويكسف فرقته فطبعا بيبقى طموح أن أنت كل ما تشب تلعبه بتبعيز تجيب في جون حتى لو ما درتش تجيب جون تحاولت ساعة الفرقة أن أنت تعمل جون أو تبقى مساهم بشكل كبير في مكسب الفرقة فطبعا عندي طموح أن أنا هزود عدد أهدافه ونفس على هدف الدور إن شاء الله كم هدف كم أسس تفادي حتى دلوقتي أنا كل المساهمات سابعة أهداف لأنا دلوقتي خمس تجوان وعمل جونية صناعة ضربتين جزاء عملت ضربتين جزاء وصناعة جون بمخصوص ضربتين جزاء إذا أحكي لك على ضربتين جزاء في مبارات المأولين وحصل كده لأ أنا هشوت لأ أنا اللي هشوت ودخلت وخدت الريسك وشوتها وكابتن أحمد سامي تسأل على المواقف ده قال لك أهم حاجة الكورة جيت يعني اللي جوه القوط بقى ده حاجة ما ينفعش نقول الإعلام إيه اللي حصل بصراحة بعد ضربة الجزاء دي والله هو كابتن قبل الماتش دايما بيقول أسامي مين هشوت رقم واحد أو رقم اثنين فهو في المحاضرة بتاعت الماتش قال عمر كلاوة وفادي فريد فأنا يعني اسمعت فادي الأول لا مسمعتش فادي الأول بس بصراحة كان عندي رغبة أن أنا أشوت ضرب الجزاء وبالذات أن أنا كان اسمي محطوط في الأسامي بتاعت الناس اللي ممكن تشوت ضربة الجزاء فكنت حابب أن أنا أسجل يعني ويبقى إثبات وجود لي والحمد لله يعني تحملت المسؤولية والحمد لله ربنا الحمد لله ناجات الحمد لله ناجات عشان كان زمان يقعد في البيت دي المنافسة في الدورة السنة ده فادي شايفها إزاي؟ يعني من زمان ما شفناش الأسبوع الأربعة وعشرين البرامدز الأول زد أمبي المصري يمكن أقل قالوا الزمان لك عندهم مؤجلات بس ما توقع يعني ما شفناش الشكل ده من زمان في الدورة العام والله مصر أنا شايف أن ده رجع في الآخر لأن مستويات اللعبة بقى فيها بقيت قريبة شوية من بعض الفرقات موجودة آه بس مش كتير فيه فرقات مادية في الأندية وبرضو الحتة اللي هي جماهيريا فيه أنديا صاحب جماهير وفيه أنديا مادية مستقرة ما يبقاش عندها جماهير بس مادية مستقرة آآآfe ده بيخل منافسة ما بين كل الفرق آآآ لو أنت عندك ميزة في حتة معينة فأنا عندي ميزة في حاجة آآ Singing فأنا عندي ميزة في حاجة آآ يعني فرقة جماهيرية فرقة الثانية اللي مش جماهرية عندها ميزة في الجانب المادي فآآ في الأخر أنت بتقدر تنافس الفرقة كلها بيعفيه بينها ومن بعضها منافسة زي ما أنت بتقول أنت من فترة كبيرة مشوفتش برامدز أول وآمبي في المربع والالتحاد من فترة كبيرة وزد لسه فرقة صعدة من الدرجة التانية وبتنفس في المربع فده يقول لك وحنا الحمد لله مشين بشكل كويس خامس سادس فده يقول لك ان مستويات بتاعت اللعبة قريبة وان المداربين كلها بتنزل الماتشات بتلعب على ثلاث نقط مفيش مدرب دلوقتي بنزل يقول لي فرقيت انا النهاردة عايز اخد بنت من الماتش كل المدربين يعني مش عايز والله مش عايز اكون بتكلم على كابتن يعني بس هو دايما بنزل اي ماتش باللاعب الاهلي باللاعب الزمالي باللاعب يعني اللعب برا متزل ماتش الجاي دايما بيتكلم مع الفرقة انا نازل عايز اخد تلات نقط فده بيدي دفعة قوية طبعا للفرقة وبيخليك ان انت نازل تلعب على المكسب آآ وارد انك ما تكسبش بس رغبتك ان انت اصلا عايز تكسب فقواك كتير قوي بتكسب والله هو بحكم اللي شفنا الفترة اللي فاتت ان دايما الاهلي والزمالك بيرجعوا وبيبقوا منافسين وهم في الاخر بطولة بتبقى ما بينهم بس انا بشايف ان برا متزل السنة دي يعني بيقدي موسم مختلف آآ عن كل السنين اللي فاتت عندهم رغبة كبيرة وآآ وعندهم يعني تسعة تسعة مكسب متتالي فده دليل ان هما السنة دي بشكل مختلف ما اعتقدش ان هما عملوها قبل كده آآ فشايف ان المنافسة هتبقى صعبة بس بصراحة ما قدرش يعني ما قدرش اقول ان ان الاهلي او زمالك الدورة هيبقى براهم حاسس ان الموضوع هيبقى صعب بالذات ان دلوقتي خلاص الاهلي والزمالك تفرغوا للدورة يعني كان ممكن الدورة يروح لبرامدز لو الاهلي والزمالك وقعوا في مطشط كتير وبطولة افريكا بتتلعب لكن دلوقتي اعتقد بعد ما هما يبقوا متفرغين للدورة اعتقد الموضوع هيبقى صعب سموحة ممكن يفنش في مركز متقدم وكان نفسك ان المشاركات الافريكية تكون على البطولة بصفة كاملة مش الدور الاول زي ما بيتقال والله احنا بناخد كل ماتشو بماتشو طبعا بيبقى حاجة كويسة جدا ان انت تفنش في المربع وتلعب بطولة افريكيا ويمكن لسه لحد دلوقتي احنا مش عارفين الكرار ايه بتاع الفرق اللي هتروحها افريكيا فبالنسبة لنا طموح كبير ان احنا نحاول نبقى في المربع بتاع الدوري ونفنش في الاربع اللي فوق ولو الكرار يخدمنا ان هو يبقى في اخر الدوري تبقى حاجة كويسة جدا ونقدر نبقى موجودين يعني شاف ان امكانات اللعبة اللي موجودة امكانات اللعبة كويسة جدا والنادي موفر لنا كل حاجة والمتجهز الفني بتعب معنا كويس جدا طبعا اي حد بيحلم ان هو يمثل منتخب مصر طبعا ده حلم كبير وحلم لاي لعيب وده هدف من زمان يعني نفسي حقا هو ان انا ابقى موجود في منتخب مصر بالذات مع كابتن حسام حسن يعني راجل بيلعب مهاجم واكيد بيه وهدف التاريخي المنتخب واكيد اتمنى ان انا اتمرن اتمرن معاه يعني وطبعا حلم يعني حلم ان اي حد يبقى بس منتخب مصر كنت رايب انك تتمرن معاه في الاتحاد لكن البنك خطفت من اسوان زي ما بيقولوا اه وكان في وقت من الاوقات وانا في اسوان. كنت تتمنى انك تتمرن تحت كياته? طبعا انا يمكن قلت في اه قبل كده والله قبل ما كابتن حسام حسن يمسك المنتخب ان اه تسألت مين مسلك الاعلى دايما كنت بقول اه بقول كابتن حسام حسن اه اه ان هو انا بالنسبة لي اهو حاجة مش هتتكرر يعني ظاهرة كانت موجودة مش هتتكرر اه فكنت اتمنى ان اشتغل معا اكيد هيفرق معا المستوى التهديفي والمستوى اللعب يعني. اه وبتمنى له التوفيق الفترة الجاية وبتمنى المنتخب التوفيق وانهم ان شاء الله يوصلوا كاس عالم يعني. والله انا اتبلدت فعلا زي ما انت بدول في بيت كله زمالكاوي وعمامي فعلا مثله ندل زمالك في فريل اول ولعبه في فريل اول فترات كبيرة يعني احمد معاز ووليد معاز اه يمكن عمار معاز اللي هو حرس المر ما ملعبش في فريل اول بس اه الوقت اللي انا اللي انا ابتديت يعني ابتديت ان انا اللعب في كورة وكده والدي وداني نادي الاهلي وابدأت بقى مسيرة من هنا ان انا خلاص ورحت النادي الاهلي واشتغلت في النادي الاهلي ولحد اخر مرحلة عمرية يعني. نفسك ترجع الاهلي ولا لو جالك عرض ابن الزمالك ممكن تروح الزمالك. والله اللعب الاهلي والزمالك طبعا شرف كبير لاي حد واي حد يتمنى ان هو يمثل اهلي او الزمالك اه اتنين نادين كبار ويمكن هما احسن نادين في افريقيا وحلم لاي حد يعني. كان فيه كلام في بداية الموسم عن وجود مفاوضات. يمكن كابتن احمد سليمان عضو مجل صدرتنا الزمالك قال ان احنا بنحاول ضم فادي فريد من نادي سموحة. اه شايف ان هي ممكن تبقى خطوة مهمة الفادي فريد ولا فكرة ان انت ابن النادي الاهلي ممكن تخلي الموضوع صعب شوية. والله زي ما قلت لك هو طبعا شرف لاي حد ان هو يلعب لنادي زمالك وانادي زمالك نادي كبير وجماعيره كبيرة وشرف لاي حد. وطبعا اه يعني اتمنى ان هما لو عندهم رغبة انا تحت امر النادي سموحة طبعا ان انا لو في اي حاجات تبقى من خلالنادي سموحة. وزي ما بقول لك شرف كبير يعني لاي حد. مسلك الاعلى. كابتن حسام حسن. مدرب منتخب مصر. اه. كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر. عميد لعب العالم. من قبل ما يمسك منتخب مصر. افضل مهاجم في مصر حاليا. افضل مهاجم في مصر حاليا. اه ما قلوله. احسن لعب في مصر. امام عشور. لعب حرس مرمى تتمنى يعني تهدف في مرمى. ما ساكلتش في مرمى يعني. نفسك تهدف. بشي ناوي. بشي ناوي. نفسك تحقق ايه في حياتك اللي جاي. والله انا نفسي ان شاء الله السنة دي اخلصي الموسم ابي هدف الدوري. وان شاء الله روح منتخب مصر يعني. فادي باشكرك. شرفتنا ونورتنا في رقم عشرة. ونتمنى لك التوفيق. وحمد الله على السلامة من العودة للقصبة وترجع تتقالك تاني مع نادي اسموح ان شاء الله. الله سلامك مصري وسلامي لكريم رمزي. زميلي كريم ده كان لقاء خاص مع فادي فريد مهاجم نادي اسموحة وتصريحات خاصة لبرنامج رقم عشرة. واعود لك في الاستوديو زميلي كريم تفضل.